السلام عليكم نحذر الجميع من أن الحديث مع الـ FBI Agents ليس من مصلحتكم بدون ما يكون معكم محامي بالتالي بعض النصائح التي نحب أن نركز عليها للجميع هي التالي إذا أجأ الـ FBI Agents عليكم على البيت نصيحتنا أنه لا تخاف لا ترتبك بخاصة أنك لا تقوم بأي شيء خطأ ممكن إذا دكوا على باب البيت تخرج من البيت وتسكر الباب وراك وتبلغهم أنه ما بحب أتحدث معكم بدون وجود محامي طلب المحامي من حقك عدم التحدث مع أي شخص من قبل الـ FBI أو رجال الشرطة المحلية بدون وجود المحامي تبعك هو من حقك وهذا حق بكفر الدستور فبالتالي أنت ما بتصفي شخص متهم إذا طلبت محامي أو بتسخدم ضدك الموضوع بأي شكل من الأشكال هذا من حقك دستوريا في أمريكا أنه ما تتحدث مع أي شخص بدون وجود المحامي معك إذا أجوا على مكان العمل حاول أنك تبعد عن مكان العمل لمكان أكثر خصوصية وبلغهم أنه ما بدي أتحدث معكم بدون وجود المحامي تبعي إذا تصلوا عليك على التليفون نفس الإشي تبلغهم أنه ما بدي أتحدث معكم بدون وجود محامي نطلب من الجميع أنكم ما تخافوا وما ترتبكوا هم مجرد عم بيبحثوا عن معلومات ممكن تساعدهم أو ما تساعدهم هدفهم بالتحديد تخويف الناس من النشر من الحديث عن غزة من المشاركة بفعاليات لغزة وجمع معلومات مش بتضرورة عنكم أنتو ممكن تكون عن أشخاص تانين في المجتمع فبالتالي من حقكم أنكم ما تتحدثوا معهم بدون وجود المحامي ياريت لو الجميع بيشاركوا هاي المعلومات مع جميع أبناء الجالية ومن مصلحتكم أنكم تخلوا في بالكم أنه ما تتحدثوا معهم بدون وجود محامي معاكم أول ما يتواصلوا معكم ندعوكم للتواصل مع كير أوهايو كير أوهايو أو كير في المدينة اللي أنت فيها مختصين في هاي الأمور عندهم محامين عندهم ناس يتمثلكم وتساعدكم وهم بيتواصلوا من جهتهم مع الـ FBI أو مع الشرطة المحلية لشوفوا إيش المطلوب من ناحيتكم فكير أوهايو موجودين خدمة مجانية وموجود عندهم محامين مختصين ومدربين للتعامل مع هذه الأمور أكثر ناس بتم استهدافهم حسب ملاحظنا هم الناس اللي ممكن يكون عندهم أو كان عندهم في السابق مشاكل مع الهجرة أو غيرها وبالعادة بيستهدفوا هاي الأشخاص لأنه هاي الفئات بالعادة بتكون خايفة لما ييجي عليها رجال الأمن أو الـ FBI فبالتالي ما تخافوا واطلبوا أن يكون وجود المحامي تبعكم قبل التحدث معهم خدوا الكرت تبعهم وقم تليفونهم وحكوا لهم شكرا لإلكم إحنا بنتواصل معكم عن طريق المحامي شكرا شكرا